وما زال نجم المصري في الصدارة وكلام كتير طبعا عن انتقاله الموسم القادم لنادي تاني في أوروبا صلاح أعتقد أنه لنسبة أكتر الدوري الأسباني وكان كلامي فبداية الحلقة عن الدوري الأسباني الناس دي بتعمل إيه أو الناس دي تشتغل إزاي وعشان نتكلم من الآخر عشان يكون فيه آمل أنه يكون عندك عدد كبير جدا في الملعب الأوروبية عدد لعيبة يعني من المحترفين في الملعب الأوروبية فده آمل بعيد المنال يعني خلينا نقول مش في المستقبل القريب نتمنى طبعا أنه ده يتغير نتمنى أن احنا نشوف زينا زي بقية أفريقيا عندنا 30-40-50 لعب في أوروبا منهم نصهم على قليل يلعبوا في أنديا كلاس إيه دي يفرق معنا كتير؟ يفرق معنا كتير ده ما فيش شك فيه لكن الأمل القريب أو الرهان القريب هي البطولات المحلية البطولات المحلية حدثوا لا حركة عشان كده كنت بقول لكم أنه الكلاسيكو اللي شفناه مبارح ده هي مش قصة مباراة مهمة بين فرقتين كبار أو فرقتين ليهم جماهرية وشعبية وتاريخ كبير جدا لكن هي قصة بطولة قصة بطولة أسبانية اعتمدت على تاريخ طويل جدا من النجاحات وتاريخ أكبر من أسماء النجوم اللي لعبوا فيها أحسنوا إدارتها أحسنوا استثمرها أحسنوا تطويرها لغاية لما وصلت الصورة لينا زي ما شفنا كده مبارح كورة على أعلى مستوى في ملاعب على أعلى مستوى في حضور جماهيري على أعلى مستوى في تصوير تلفزيوني ونقل وبث على الهواء مباشرة لكل مكان في العالم ومستوى تحكيم طبعا راقي جدا ومتقدم على رغم أن حكم ممكن كان لي بعض الأخطاء أو الهفوات في مباراة مبارح لكن في النهاية ده شغل كتير جدا هل إحنا هل إحنا مش بس في الوقت الحالي وقبل كده شوفنا حد بيشتغل على تطوير المسابقة بالشكل اللازم هل لت مكانة وحج وأهمية وتأثير ومرضود الدوري المصري زي ما كان في يوم الأيام أو في تاريخ من التواريخ واحد من أهم وأفضل وأقوى البطولات على المستوى الإفريقي والعربي هل ده وضع هنا الحالي طيب هل في حد بيشتغل حقيقي عشان يغير الصورة دي ويغير من الواقع ده اسأل نفسك سؤال بقى وده تقوله على الدوري الإنجليزي على الدوري الأسباني على الدوري الفرنسي على الدوري الألماني أو على الدوري الإيطالي سمي أي دوري كما شئت في كل دوري من دول فيه كام نادي بيمثل شركة أو بيمثل هيئة أو بيمثل كيان على الرغم من كل الدوريات دي مليانة باسماء الشركات العالمية على ملاعب على تي شيرتات على حقوق رعاية هتلاقي أكبر شركات في العالم في كل المجالات اتصالات وطيران وتأمين كل المجالات الكل الملتي ناشنلز موجودة في الدوري الإنجليزي وموجودة في الدوري الأسباني وموجودة في الدوري الألماني لكن مش ممكن تكون ممثلة في هيئة نادي مش ممكن تكون البطولة في أي مباراة من مباراياتها حتى وإن كان المواجهة بين صاحب الصدارة في الترتيب وصاحب آخر الجدول تكون بدون حضور جماهيري ولا اهتمام جماهيري الجمهور اللي احنا افتقدناه واللي اتأثر بيه حتى الاندية الجماهيرية احنا بنقول ان النص الدوري المصري يمكن اكتر من النص الدوري اندية ملهاش اي تواجد جماهيري ملهاش اي ظهير جماهيري وحتى رغم ان فيه ست سبع اندية بيلعبوا عندنا فهما برضو في النهاية محرومين من حضور الجماهير وده اثر شئة اما بيت دي واحدة من الحاجات اللي اثرت تأثير سلبي كبير جدا عالكور عندنا في مصر وشفنا جماهير سانداونز وشفنا جماهير الوداد وشفنا جماهير كتير جدا في افريقيا وشفنا جماهير طبعا في اسبانيا انبار الجماهير لا شفت خروج على النص ولا شفت يعني اهانات او توجيه جماعي ممكن تحصل حالة فردية ممكن تحصل حاجة عنصرية بس استثناء مش قاعدة لان القانون هناك راضع وبيتم تطبيقه على اي حد الكبير قبل الصغير لا شفنا شماريخ ولا شفنا كلام ده كله محتاج شغل وشغل سهل جدا على فكرة هجب اتكلم في معجزات تقدر تطور وتقدر تزبط وتقدر تصلح حالة التشوه اللي حصلت في الكور عندنا في مصر في العشرين سنة الاخير تقدر تعمل ده تقدر تحط ضوابط ترجع بيها وشفنا جماهير مصر لما بتحضر صورة يعني منتخبات اي مباراة لمنتخبات مصر بيكون الشكل عامل ازاي؟ شكل اكتر من رائع الاهم هي الضابط اللي بتحطها للحضور والضابط والعقوبات اللي بتحطها للمخالفات ازاي نرجع الاندية الجماهيرية ده واحد من الاسئلة اللي لازم المسؤولين في مصر يجاوبوا عليه ازاي ترجع المنصورة وازاي ترجع القناة وازاي ترجع الاليمبي وازاي ترجع الترسانة وازاي ترجع الاندية دي مرة تانية تقف على رجلها رغم أن أنا ما أبع فهمش من المسؤولية المسؤولين المتعاقبين على الأندية دي جزء كبير جدا من منظومة فشلها أو سبب رئيسي من منظومة فشل الأندية دي لكن ما عندكش راهان ترهان عليه في المستقبل القريب غير البطولة المحلية للأسف الشديد أنا بقول كده واللي ممكن جدا 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 لو فيه رؤية لو فيه تصور لو فيه قدرة على الإدارة والتنفيذ الوضع اللي احنا شايفينه حالة العك اللي حصل على كل المستويات ملاعب جماهير تحكيم نقل وبس تليفزيوني يتغير بشكل كبير جدا أنا بحط الكلام ده قدام الجمهور قبل ما بحطه قدام المسؤولين يستجيب المسؤولين ما يستجيبوش هم بيتحملوا المسؤولية في النهاية لكن الجمهور اللي عليه أنه يطرح الأسئلة ويجاوب ويفكر ويتفاعل ده كلامي ديكم